اشتركوا في القناة استعدادا للحل والمشاركة معا لاحظوا هذه الأشكال لقد درسناها في الحصة السابقة هذه الأشكال كم عدد الأضلع والرؤوس فيها؟ نعم هذا صحيح تتكون من ثلاثة أضلع وثلاثة رؤوس وماذا يسمى الشكل الذي يتكون من ثلاثة أضلع وثلاثة رؤوس؟ نعم أحسنتم إنها تسمى مثلثات لاحظوا هذه الأشكال أيضا هنا هيا قموا بعد عدد الأضلع والرؤوس كم عدد الأضلاع والرؤوس فيها؟ نعم هذا صحيح تتكون هذه الأشكال من أربعة أضلاع وأربعة رؤوس وماذا يسمى الشكل الذي يتكون من أربعة أضلاع وأربعة رؤوس؟ إنه شكل رباعي أحسنتم فهذه أشكال رباعية لاحظوا أيضا هذه الأشكال هيا لاحظوها وتعرفوا عليها قوموا بعد عدد الأضلاع والرؤوس فيها كم عدد الأضلاع والرؤوس؟ نعم هذا صحيح تتكون من خمسة أضلاع وخمسة رؤوس وماذا تسمى هذه الأشكال التي تتكون من خمسة أضلاع وخمسة رؤوس؟ نعم هذا صحيح تسمى أشكال خماسية والآن هيا لنتعرف على هذه الأشكال هيا لاحظوا هذه الأشكال وقوموا بعد عدد الأضلاع والرؤوس فيها كم عدد الأضلاع والرؤوس في هذه الأشكال؟ هذا صحيح أحسنتم إنها تتكون من ستة أضلاع وستة رؤوس وماذا تسمى هذه الأشكال التي تتكون من ستة أضلاع وستة رؤوس؟ هذا صحيح أحسنتم تسمى أشكال سداسية الآن لننتقل إلى حل التدريب العاشر صفحة 400 ممارسات الرياضيات وحل المسائل أحل المسائل أدنى سنقوم بقراءة السؤال ونمدج لدى جاسم أربعة أعواد أسنان وقد وضعها كما في الشكل المجاور ما الشكل الذي يمكن أن يكونه جاسم إذا أضاف عدو أسنان واحد؟ هيا نحدد المعطيات الموجودة في المسألة حتى نفهم المسألة جيدا لدى جاسم أربعة أعواد أسنان وكما تلاحظون في الشكل لقد قام بتكوينها ووضعها لتكوين هذا الشكل إنها أربعة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة الآن المطلوب أن نقوم بمعرفة ما الشكل الذي قد يتكون إذا أضاف عود أسنان واحد آخر إذن لابد أنكم عرفتم أنه سيضيف عود أسنان آخر وأين سيضع هذا العود؟ نعم سيقوم بإغلاق هذا الشكل وإكمال هذه الرسم لقد قمنا، قوموا برسمه بطريقة صحيحة هذا الضلع الآن ما اسم هذا الشكل؟ هيا لنعد عدد الأضلاع والرؤوس لنقوم بمعرفة تسمية هذا الشكل عدد الأضلاع واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة هيا نعد عدد الرؤوس واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة إذن يتكون هذا الشكل من خمسة أضلاع وخمسة رؤوس وماذا يسمى الشكل الذي يتكون من خمسة أضناع وخمسة رؤوس؟ نعم هذا صحيح إنه شكل خماسي الآن هيا لنتقل إلى التدريب الحادي عشر من الصفحة أربعمائة المصطلحات أصل النقاط ببعضها لتكوين شكلين لهما رؤوس أسمي الشكلين الذين رسمتهما كما تلاحظون هناك عدد من النقاط يجب أن نقوم بإيصال هذه النقاط بواسطة رسم خط في القلم بين نقطة وأخرى هيا لنا قوم بإيصال هذه النقاط لاحظوا قمت برسم أول خط بين النقطة الأولى والثانية سأقوم برسم خط آخر يصل بين هذه النقطة وهذه النقطة قوم برسم الخطوط بحيث تبدأ من نقطة وتنتهي من النقطة الأخرى أيضا هنا قمت برسم خط أيضا أيضا بين هذه النقطة وهذه النقطة قمت بإيصال النقاط أيضا قمت بإيصال النقاط هنا لقد أنهيت هنا إيصال جميع النقاط قمت برسم خطوط تصل بين كل نقطة من النقاط الآن من النقاط الموجودة هنا سوف نقوم بعد الأضلاع والرؤوس حتى نعرف ماذا يسمى هذا الشكل هيا لنعد عدد الأضلاع معا واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة ستة يتكون هذا الشكل من ستة أضلاع لنقوم بعد الرؤوس واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة ستة يتكون أيضا هذا الشكل من ستة رؤوس وماذا يسمى الشكل الذي يتكون من ستة أضلاع وستة رؤوس نعم هذا صحيح يسمى شكل سداسي إذن لقد تكون لدينا هنا شكل سداسي عندما قمت بإيصال النقاط بعضها ببعض فتكون شكل هنا لننتقل إلى هذا الشكل أيضا سوف نقوم بإيصال هذه النقاط لتتكون لنا شكل وسنتعرف يا ترى ما الشكل الذي سيتكون لدينا هيا سنقوم بإيصال خط بين النقطة الأولى والثانية أيضا بين هذه النقطة وهذه النقطة سأقوم برسم خط إذن قمت برسم أيضا خط بين هاتين النقطتين تكون لدينا شكلا تعرفنا عليه سابقا يجب أن نقوم بتسمية هذا الشكل لنعد معا الأضلاع والرؤوس حتى نعرف ماذا يسمى هذا الشكل واحد اثنان ثلاثة يتكون من ثلاثة أضلاع وكم عدد الرؤوس أيضا أحسنتم عدد الرؤوس أيضا ثلاثة وماذا يسمى الشكل الذي يتكون من ثلاثة أضلاع وثلاثة رؤوس هذا صحيح يسمى مثلث إذن قمت بتسمية الأشكال التي حصلت عليها وهو الشكل السداسي والمثلث هيا ننتقل إلى التدريب الثاني عشر من الصفحة 400 مهارات التفكير العليا قال يوسف أن المربع شكل ربعي وقال هاشم ها هو يوسف وقد قال أن المربع شكل ربعي لنرى الآن صديقه هاشم ماذا يقول يقول هاشم إن المربع ليس شكل ربعيا هذه وجهة نظر التي يقولها هاشم إذن يوسف رأيه أن المربع شكل ربعي وهاشم رأيه أن المربع ليس شكل ربعي إذن أيهما على صواب هيا لنفكر جيدا لنعرف من منهما ما قاله كان صحيحا ما رأيكم في البداية أن نقوم برسم المربع لأن كلاهما يختلفان في شكل المربع كل منهما أحدهما يقول أن شكله رباعي والآخر يقول أن شكله غير ربع ليس شكلا رباعيا هيا نرسم المربع سأقوم برسم المربع بطريقة صحيحة فهو يتكون من أربعة أضلاع أرسمها بشكل مستوي ومستقيم ليتكون لك لدي شكل منظم ومرتب إذن هذا المربع هنا هيا لنعد عدد أضلاع في المربع عدد أضلاع المربع هنا أحسنتم إنها أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة الآن لنرى كم عدد الرؤوس عدد رؤوس المربع واحد اثنان ثلاثة أربعة عدد الرؤوس هي أربعة إذن الشكل الرباعي له أربعة أضلاع وأربعة رؤوس وقد درسنا ذلك سابقا أي شكل يتكون من أربعة أضلاع وأربعة رؤوس سنقول عنه أنه شكل رباعي هذه هي تسميته الصحيحة إذن لاحظوا الآن أي منهما كان على صواب نتذكر أن يوسف قال أن المربع شكل رباعي وقال هاشم أن المربع ليس شكل رباعي أي منهما كان على صواب نعم هذا صحيح يوسف كان على صواب فقد قال أن المربع شكل رباعي ونتمنى من هاشم أن نصحح معلوماته في المرة القادمة لننتقل الآن إلى التدريب التاسع صفحة 399 مهارات التفكير العليا رسمت فاطمة مثلثا وشكلا خماسيا ما عدد الأضلاع والرؤوس التي رسمتها إجمالا أرسموا الشكلين نلاحظ هنا من خلال المعطيات في المسألة أن صديقتنا فاطمة قامت برسم شكلين درستهم في حصة الرياضيات الشكل هو المثلث والشكل الخماسي ويجب علينا أن نقوم بمعرفة المطلوب وهو عدد الأضلاع والرؤوس التي رسمتها إجمالا وعلينا أن نرسم الشكلين ما رأكم في البداية أن نقوم برسم الشكلين علينا أن نقوم برسم شكل المثلث والشكل الخماسي ولابد أنكم تعلمتم جيدا كيف أقوم برسم هذين الشكلين بطريقة صحيحة ها هو المثلث وقد درسنا أنه يتكون من ثلاثة أضلاع فذلك يسهل علي رسمه سأقوم أيضا برسم الشكل الخماسي ها هو الشكل الخماسي فهو يتكون من خمسة أضلاع يجب أن أرسموه بطريقة صحيحة الآن سوف نقوم بعد الأضلاع والرؤوس لنبدأ الآن في المثلث كم عدد أضلاع المثلث؟ نعم هذا صحيح عدد الأضلاع هي ثلاثة وكم عدد أضلاع الشكل الخماسي؟ أحسنتم يتكون من خمسة أضلاع إذن كم عدد الأضلاع للشكلين المثلث والخماسي؟ سوف نقوم بإيجاد عملية الجمع سنقول خمسة زائد ثلاثة يساوي ثمانية إذن عدد الأضلاع للشكلين معا نحن قمنا بجمع عدد أضلاع المثلث والشكل الخماسي فكان عدد الأضلاع للشكلين ثمانية سنقوم بكتابة ثمانية هنا لننتقل الآن إلى عدد الرؤوس هيا لنلاحظ هنا عدد الرؤوس في هذه الأشكال الآن عدد الرؤوس في المثلث هيا قوموا بعدها كم عدد الرؤوس؟ نعم هذا صحيح المثلث يتكون من ثلاثة رؤوس والشكل الخماسي كم عدد الرؤوس فيه أيضا؟ هذا صحيح يتكون أيضا من خمسة رؤوس الآن كم عدد رؤوس الشكلين معا المثلث والخماسي؟ سوف نقوم بإيجاد عملية جمع عدد الرؤوس في المثلث وعدد الرؤوس في الشكل الخماسي ثلاثة زائد خمسة يساوي ثمانية إذن عدد الرؤوسي هنا ثمانية رؤوس للشكلين معا سأقوم بتذكيركم بالواجب لهذا اليوم الواجب هو التدريب الثالث عشر من صفحة أربعمائة إذن تعلمنا اليوم حل مسائل نفضية لتسمية الأشكال الهندسية من خلال خصائصها أتمنى أن تقوموا بحل الواجب مفردكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته